سيادة والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد حديث بمائة يوم على غزة ماذا بعد كل ذلك أردنيا ماذا لدينا سياسيا كيف نقرأ حال الاحتلال واقتصاديا كيف نقيم مضوع الإقليم والعالم بعد مائة يوم معسكريا ماذا لدينا على الصعيد الأردني ماذا قدمنا ما هو موقفنا خلال مائة يوم كيف نقرأ تفاصيل كل ذلك لحديثي حول هذا الموضوع أرحب بضيفي العين محمد داودي مساء الخير مساء الخيرات والبركات واليوم هو اليوم المئة على العدوان على قطاع غزة والسؤال أردنيا كيف نقيم الموقف وماذا لدينا نعم مساء الخير لك ولمشاهدي رؤية ولشعبنا كله لجلالة الملك ولي العهد جلالة الملكة الحقيقة أن المئة يوم يعني يمكن تصنيفه بأنها مئة يوم من الحيرة على مستوى العالم من الفشل من الانتظار من الترقب من الإغضاء هذا من جانب يعني العالم كله يتفرج بغض النظر عن الاحتجاجات هون أو هون لكن بالأساس العالم كله يعجز عن جلب إسرائيل إلى جادة الصواب أو إلى جادة العدل والحق والمئة يوم هذه واحدة من محطات الصراع العربي الإسرائيلي ليست الأخيرة هذه مش آخر مئة يوم ولا مئتين يوم في هذا الصراع لأنه أولا ليست الأولى ليست أول مئة يعني في 2014 كان امتد القصف 51 يوم المرة هاي الضعف وبجوز يمتد إلى 120 يوم القصة أكبر من يعني مرحلة القصة قصة صراع وجود يبرهن الإسرائيليون على أنه يوميا صراع وجود ألا بنيجي للأردن الأردن الحقيقة يمكن أن نقول أن طرفين قدما الرسمي والأهلي الأهلي الغضب المقدس اللي عبروا عنه ناسنا كان غضبا حقيقة مشرفا وكان غضبا من القلب ومن الضمير القومي ومن الضمير الإسلامي ومن الضمير الإنساني عبر شعبنا بمنتهى الرشد وبمنتهى المسئولية عن غضبه المقدس تجاه هذا العدوان الذي ليس له مثيل في العصر الحديث الجانب الرسمي الحقيقة قادة جلالة الملك قادة حملة ويمكن أن نسميها حملة قادة جلالة الملك حملة للدفاع عن قضية الفلسطينية لبيان الحق للعالم طبعا العالم العربي والعالم الإسلامي يعرف التفاصيل كلها لكن العالم بره ما بيعرف ولذلك مقابلات جلالة الملك وجلالة الملكة ودور ولي العهد المقالات اللي نشرت في الواشنطن بوست مقابلات جلالة الملكة على السي ان ان هذا هذه المكانة اللي لا جلالة الملك مكانة عند العالم محترمة ومعتبرة جلالة الملك ذو وجه واحد جلالة الملك منطوق واحد جلالة الملك رجل سلام لذلك لما بيقول ان هذا ليس جديدا وليس هذا من 75 سنة هذا الصراع ويجب ان نضح حدا له وان اسرائيل لن تنعم بالامن الا بحل الدولتين الا اذا نعم به الشعب العربي الفلسطيني ما فيش واحد يعني تحت الهواء واحد امن والان هاي امن اسرائيل اقل من مما هو عليه قبل عقود اليوم امن اسرائيل بعد غزوة وبعد ضربة وبعد هجمة اه سبعة اكتوبر امن اسرائيل اقل مما كان عليه اي ان القوة كما قال جلالة الملك لا تصنع السلام ولا تصنع الامن ايضا نعم جلالة الملك جلالة الملكة رئيس الوزراء رئيس العيان رئيس النواب الشعب الكتاب انتو الاعلام بدعتو يعني الحقيقة اه قدم شعبنا بقيادة جلالة الملك ما لا يمكن الاستزاد عليه قدمنا اقصى ما نستطيع ما ظلش الا نعلن الحرب ما ظل الا نعلن الحرب وهذه حرب على أميركا وعلى بريطانيا وفرنسا مش بس على إسرائيل الحرب مع إسرائيل بتعني الآن الشعب العربي الفلسطيني يقف فيه مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة اللي بتغطي إسرائيل بأشكالها كاملة وبريطانيا وفرنسا ودخلة ألمانيا على الخط وإيطاليا إذن إحنا منحكي على حالة فريدة حالة فريدة سر إسرائيل اللي حاول جلالة الملك إنه يكشفه وحكى هذا الحكي نصا في مؤتمر القاهرة اللي صار مؤتمر القاهرة للسلام قال أن إسرائيل لا تخضع للمسائلة ولا تخضع للعقاب وهذا اللي بصير قاعد في محكمة العدل الدولية انكسر التابو هذا اللي بيقول إسرائيل لا تخضع للمحاسبة للمسائلة لا انكسر بدعوة جنوب أفريقيا إجت إسرائيل للمحاسبة هل لا بتنجح المحاسبة ولا ما بتنجح إيش ثاني بس جلبة المعتدي الطاغية الإسرائيلي الوحش الإسرائيلي جابوه على مقعد الاتهام في محكمة العدل الدولية وهذا حدد كبير وهذا خرق جديد في مكانة إسرائيل لأنها لم تجلس مرة واعدة رغم كل ما ارتكبته من مجازر ومن مذابح 48 أخي محمد سنة 48 عندها قامت إسرائيل على 250 مذبحة واحد منهم التنطورة هاي في فيلم عنها بتحدثوا اللي قاموا بقتل الناس بتحدثوا شو ساوه كيف قتل وكيف فرغ وكيف ضحك وكيف اغتصبوا بنت عمره 16 سنة فهذه وحشية هذا عدو استيطاني توسعي ما في توسع بالخاطر ولا بالشي أنا مطمئن وراضي والله لو لا أن موقفنا طيب لا أقول أنه مش طيب أو بسكت على قل لكن موقفنا كريم وشجاع وطيب يعني إحنا سحبنا استدعينا السفير وحضرنا على السفيرنا من تل أبيب وحضرنا على السفير الإسرائيلي أن يعود وأعلننا أن اتفاقية الماء مقابل الطاقة مقابل الماء لن توقعها الأردن ويعني أيضا وصلنا إلى حافة الحرب لما قال جلالة الملك والأردن أن التهجير أهلنا من الضفة الغربية بمثابة إعلان حرب علينا إذن الموقف الأردني درأ التهجير بالتعاون مع مصر درأنا التهجير إلى مصر وإلى الأردن أهلنا في الضفة الغربية متمسكين بأرضهم لكن إذا فيه قتل وذبح وإلى آخره بجوز يتحركوا كما تحركوا بس تحركوا داخل غزة إذن الأردن أول شيء حط أهداف عديدة اللي هي وقف القتل وقف القتال ومش القتال حتى وقف الحرب والعدوان اثنين المساعدات الإنسانية ثلاث منع التهجير والهدف الثالث تحقق الهدف الثاني تحقق ساهم الأردن في فتح معبر كرم سالم وساهم أيضا في إنزالات عديدة عشر إنزالات لحتى الآن بعضها يعني دخل فيها أمراء أبناء جلالة الملك يعني الأغلى على قلبه دخل سموه للعهد في واحدة من الإنزالات لهب إلى العريش والأميرة أميرتنا سلمة أيضا ساهمت وقواتنا المسلحة ما شاء الله عليها رغم أننا رغم أننا نتعرض إلى ظهرنا مكشوف عربيا وعالميا ظهرنا مكشوف الحقيقة وهذه المواقف أخي محمد لها ثمن هذه المواقف كمان شوي تطلع يعني بطلع الرد الفعل الإسرائيلي مش فاضين هلأ وأجهزة التشويش والإشاعة والتلفيق والتزوير على الأردن واستهداف الأردن اقطع عنه المعونات اقطع عنه اقطع عنه المي كمان شوي يعني هذه مواقف وبعرف جلالة الملك وبعرفه الأردنيين في مركز القيادة نحن لدينا العقل السياسي اللي بيدير الحياة في الأردن عقل راشد وعقل حكيم وعقل متأني وعقل صبور وعقل شجاع ولذلك انت شفت هذه الهبة من جلالة الملك يعني مستند جلالة الملك إلى شعب ملتف في هذه المرة أكثر مرة يلتف فيها جلالة الملك حول الشعب حول جلالة الملك لأنه أيضا المئة يوم كمان إذا بدك تأخذها على المستوى الفلسطيني محمد بيك أنت بتقول أنه ليش مئة يوم لأنه في مقاومة جبارة في مئة ولا كان في خمسين يوم ولا عشرين يوم راحت وانتهت وبردت لا مئة يوم لأنه في مقاومة باسلة جبارة عبقرية هذا الشعب العربي الفلسطيني شعب التضحيات وشعب الإصرار على كرامته وعلى وطنه وعلى دولته المستقلة لن ينفذ هذا العدو الإسرائيلي إلا وعمنه لن يتحقق إلا إذا تحقق على الشعب العربي الفلسطيني كرامته واستقلاله ودولته المستقلة السؤال اليوم ماذا لملك ما بعد مئة يوم في أردن ماذا يمكن لنا أن نقدم لوقف العدوان على قطاع غزة ولحل هذه الأزمة التي تعصف في المنطقة جمعاء اليوم وهذا حديثنا أن المنطقة كلها اليوم على صفيح ساخل أحسن لا يمكن أكثر من ذلك أن يحدث حتى ينظر العالم المنطقة الحقيقة يعني المفتاح الإيراني اللي بيحرك الحوثيين وبيحرك شمال بيحرك جنوب لبنان يعني داهية ولا يفرط بمثلا لا يمكن أن يضحي بحزب الله هذا أكبر استثمار عمله في تاريخه ما بيضحي فيه مناوشات وإطلاقات ومش عارف شو لكن الحوتيين أيضا فتحوا جبهة هذا اللي بتحكي يعني عم تتفشى وعم تكبر درجة المناوشات حتى الآن وهذه الجبهة جبهة الحوتيين الحقيقة يعني ممكن أن تتمدد أن تتمدد لتصبح حملة حملة زي الأرمادة الحملة عسكرية ضخمة شايف تقترب من تعمل مقاربة أيضا من إيران لأنه أرسل أرسل الرئيس الأمريكي رسالة إلى إيران أنه احنا في حدود أعملوا يعني بعض الفتشات أعملوا بعض الإطلاقات ما في مشكلة لكن بالأخير في حدود وقال أكثر من واحد أكثر من أنه نعمل بيروت زي غزة وهذا صحيح مقدور عليه لأن الطيران اللي بقصف متسيد متسيد إحنا عندنا إمكانيات زي ما عند المقاومة الإسلامية العظيمة مقاومة حماس ومقاومة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية مقاومة باسلة وهائلة وأيضا مظلومة مظلومة لأنه ليس عليها تركيز بحكم أنه التركيز والأضواء كلها على غزة بس كل يوم في اغتيالات واعتقالات ومدهمات واعتقالات كل يوم يعني وصل عدد الأسرة من من واحد من 7 أكتوبر لليوم وصل 11 ألف أسير فلسطيني بيحاولوا ويمتصوا ويعزلوا ويحيدوا القوى الفاعلة في الشعب العربي الفلسطيني هذا من حماس هذا من فتح هذا من الجهاد إلى خريه إحنا أخي محمد يعني انتشار يعني فيه محاولة لمنع انتشار النار على الإقليم كله وإحنا مع هذا إحنا مع هذا إحنا بهمنا الآن أنه زي ما تفضلت ما هو العمل الذي يمكن أن يقوم به الأردن لرفع الأذى والشر والموت والمقتلة عن شعبنا الفلسطيني جلالة الملك بيشتغل قاعد يعني زار كل القارات زار الدنيا زار استقبل كل رؤساء العالم زار ما خلى والآن مثلا سمولي العهد في سنغافور أمبارح ألقى خطاب كمان كأنما طالع من غزة الخطاب خطاب كمان كريم وخطاب يبرهن على وعي وخطاب بيبصر الناس بما يعني بما يجري الحقيقة هذا اللي صار إحنا الترسان الإعلامية الغربية الصهيونية محمد يعني ساهم جلالة الملك وجلالة الملكة وولي العهد ووزير خارجي رئيس الوزراء وزير رئيس الأعيان رئيس النواب الإعلام ساهموا في تحشيمها في فتح ثغرات فيها حتى العالم شاف ورأى وسمع من الملك عبد الله هذا هذا صاحب الوزن الثقيل رجل رجل السلام اللي مظلش منظمة في العالم منظمة سلام إلا وشحته وإلا يعني عطته براءة بسمه براءة أو شهادة رجل سلام نعم هذا الرجل كسر فعلا في مقابلاته في خطاباته في كل محل حتى ما قبل سبعة أكتوبر كان في الأم المتحدة بشهر قبلها بشهر ألقى كلمة حذر مما جرى الأردن بقيادة الملك والملكة وولي العهد ساهموا في فكفكة الضغط الإعلامي زيه في الوعي العالمي وزيه في الوعي البشري الآن شوارع العالم مليئة بالمحتجين على هذه الجرائم وعلى هذه الإبادة الآن العالم كله يتطلع إلى محكمة العدل الدولية وكان ممتازا أنه اللي قام اللي رفع الدعوة دولة ليست عربية وليست إسلامية حتى جنوب أفريقيا اتهموا بأنها بتشتغل مع حماس أو بتشتغل عند حماس أو بالطاطئ وجد اتهموا هذا الاتيام فما بالك لو كانت الأردن اللي رفعت الدعوة أو السعودية أو قطر أو الكويت أو يعني المعنى أنه في خطوات للأمام الصعي في فضائح بتلحق بإسرائيل أعتقد أن هذه الأمور كلها قد تصل في النهاية أو توصلنا إلى وقف لإطلاق النار قريبا من الأمور سيطول إنسان's أبصر أبصر زي ما بقولوا لكن الضغط العالمي على العصب على عصب أمريكا من الداخل ومن القارج كل العالم محتج على اللي بصير على العصب البريطاني الجاليات العربية في أوروبا المسلمة والعربية جاليات هائلة مؤثرة ومقررة في ألمانيا جالية هائلة في هولندا هاي اللي بتشوفها معظمها جاليات جاليات عربية إسلامية أفريقية كل هذه يعني عانت جنوب أفريقيا 350 عام أخي محمد سنة 350 سنة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ذاقوا المر معظم قيادات جنوب أفريقيا بتقولك اللي بيصير في غزة أكثر مما عانينا منه طيلة 350 سنة نظام الفصل العنصري اللي في بريتوريا طبعا راح يصير هذا الضغط اللي بيصير يعني العالم بيضغط قاعد ويرفض العالم استمرار هذه المذبحة راح يعني أمريكا بتتحرك قاعدة من نقلة لنقلة آخرها بيقولك إنه لأ احنا بدنا تحددوا أهدافكم ما بدناش قتل عشوائي وما بدناش قصف عشوائي حددوا أهدافكم اختاروا أهدافكم تقربوش على المدنيين بس حتى الآن لم تطالب أمريكا ولا فرنسا ولا بريطانيا ولا أوروبا الغربية باستثناء إسبانيا والبرتغال لم يطالب أحد منهم بوقف إطلاق النار لسه احنا بنحكي في وقف إطلاق النار لكن وقف إطلاق النار بالأخير قادم الجيش الإسرائيلي واجه مشكلة كبيرة الآن بدل الهدف اللي كان معلنه نتنياهو اللي هو استئصال حماس الآن شوف شوف النقلة الهائلة بيقول لا نزع سلاح غزة نعم نزع سلاح غزة هذا فرق كبير بين الهدفين نزع سلاح غزة وهذا برأيك ما آلات الأمور اختاروا في النهاية نعم 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 ما في مفر بدأ تنتهي بالأخير بتنتهي الجولة بس هذه في جولات بعدها نعم وفي طوفان أقصى ثاني وثالث ورابع أقوى شوي أقل شوي لكن ما دام في احتلالك محمد في مقاومة وما دام في مقاومة في تضحيات وفي آلام وفي شهداء وفي دمار وكله نعم أشكرك كل شكر عضو من السعيان معالي محمد داودي على وجدك معنا ليلة شكرا جزيلا لك يساعد يا حيالله